اشتركوا في القناة من أجل أن نستطيع المواصلة وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار قد نتخلى عن بعض الأشخاص والعلاقات التي ترهقنا وتؤذينا ونختار من نشعر معهم بالراحة قد نتخلى عن عمل أو منصب أو مشروع يضغط على أعصابنا بشكل يومي لا يحتمى قد نتخلى عن الطعام والتدخين والسهر لنريح أجسادنا قبل أن يخبرنا المرض بأن أجسادنا لم تستطع المواصلة ولكن الذكاء وحسن التصرف هو أن نقوم بذلك باختيارنا في مرحلة مبكرة وليس عندما يجبرنا المرض أو الظروف على ذلك في مراحل متأخرة أو بعد فوات الأول عندما تخيرك الدنيا بينما تحب وبينما يريحك اختر ما يريحك لأنك إذا لم تكن مرتاحا مع شيء تحبه تأكد أنك مع الوقت ستكرهه وتأكد أن مع استمراره لوقت طويل سوف يؤذيك لدرجة قد لا تتخيلها وقد لا ينفع معها الندم والقلوب تتغير مع الألم والتعب وعدم الراحة ويتحول الحب إلى بغض وكره وحقد لذلك ابحثوا عن الراحة حتى وين أدت إلى ترك ما نعتقد أننا نحب والله يحفظكم ويحفظ غالب شكرا